مريم وشكراً على الفرصة هذية وأرجو أنه حصت اليوم تكون فرصة فرصة باش تونس تخرج معناها من مأزق متاحة أكثر من تكون حصة ربما للنقد دون تقديم حلول معناه احنا بكلنا نعرفو توانسة غيوريين وتوانسة وطنيين ونعنيو في المشاكل هذية اللي تفرضت علينا ساعات ولكن نحب نكون حتى كان يكون النقد يكون النقد بناء مش النقد اللي نحاولو نغرقو فيه ولا نحاولو قد لنحب نبعد على تسفيت الحسابات ونحب نتحدث على المسار وحنا دخلين هوني للستوديو نتحدث على المسار على المضامين ورؤيتك للخروج من هذه الأزمة كنا نتحدث عن أزمة اليوم أزمة الدستور وأزمة الأسنة لا ثم أزمة ثم أزمة احنا شو كيفاش ساعة قبل كل شيء عليش حتيت يعني الكلمات هذية من غنية أغنية أغنية نومونتا والله هي خاطر تصدمت كما تصدم زميلي الأستاذ الصادق بالعيد سكرت التليفون ما حبيتش يكون يكون عندي رد فعل معناها قلوا احنا أشو حبيت ناخذ ريحتي على خاطر جو بانس اللي انجو مش احنا احنا ما نانا إلا عبري سبيل احنا احنا جاتنا فرصة ربما رئيس بارك الله وفيه نحب نشكله مرة أخرى اللي شركنا وعطانا ثيقة باش باش ساهمنا في في عدد السياغة ما تونرجو لكن تصدمنا تصدمنا بكل صراحة من النسخة اللي تنشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تونرجو لها من بعد كنك تحب طبعا طبعا مش نجعلها بتفاصيلها حبيت حبيت ساق بالكوشين مغروم بالفن تعرفني معناها دونك هبطي كل غني مكوش نتوقع بالكل اللي باش تحدث الردود الفعل هذيكا وكل عادة ثمشكون مدح وثمشكون شكر وثمشكون سب وثمشكون لقاها فرصة معناها باش يقتص أدبيا وعلميا وإلى غير ذلك عادي جدا هذك هو مجتمعنا وهذا يرى وما يرتبطش بديبلوم ماريا مارا وتنجم تكون أستاذ جيميعي ولا كذا ولكن المستوى مستوى الله غالبه بره معناها ما هوش بتاع ديبلوم بتاع تربيا نقول لك حاجة كل واحد كيفاش تربق تفاجأت من بعض من بعض ردود الفعل والناس كيفاش توجهت لك لك أنت والأستاذ صادق بالعيد أنا والأستاذ صادق بالعيد تحملنا الضغط ثلاثة أيام كاملين خطر اللي يعرفنا ماحنااش متاع النص هذك نحن متاع الناس نساهم في أنه تونس معناها دابور عاشت في إطار نظام تسلطي بعد عاشت في إطار ديمقراطية وهمية تو نحب نبشول ديمقراطية حقيقية معنا هذا هو نخرطنا في المسار هذي إذا كانت ناس متنعت ومحبتش تنخرط في المسار هذي أحنا نخرطنا وبسخاء وضحينا تقول أنتي لو أحد ضحب بصحته أن أحد من الناس يجب أن نعمل عملية أجلتها بعد 25 جولية سيصادق بالعيد يجب أن نعمل عملية أجلها بعد 20 جوان تنقلات تعب تقعد قدام الأورديناتور ثمانية سوية ما عرف لكن هذا خيار من فرح ودك ينجح في الباك ما تفرحش ما تجمش تفرح بالقداع لخطر هالضغط هذي لكن هذا الكل حكاية فارغة علش أنا الرائع اللي بعد صديقي وزميلي أستاذ توفيق شرف الدين تفعل ثمن الرجل كان يلبس عليه يشد تويرته محامي يختم على روحه هو مرته فهمتني ولا شيخين بسيكن تحمل مسؤولية متاع وزارة الداخلية ويجي نهار يفقد زوجته وأنا من هذا المنبر هذي نعزيه مرة أخرى يظهر لي ما ثماش واحد ما ثماش واحد دفع ثمن أكثر من توفيق شرف الدين معناها العائلة متاعه فقدت العمود الفقري متاع كل عائلة اللي هي الأم تضحيات متعنا حكاية فارغة معناها فريمون حكاية فارغة ولكن هذا ما يمنعش احنا مطالبين قدام الشعب التونسي وقدام جميع الأطراف باش الناس هذي تعرف مضمون المشروع اللي تعبنا عليه واللي خدمنا عليه واللي حاولنا من خلاله أن تونس ترتقي إلى مصاف الدول الديمقراطية وإلى دول القدم قبل ما نمشي للمظامين وقبل ما نمشي إلى التمشي اللي مشيتوا فيه دونك احنا باش نرجعوا شوية للمسار كيفاش تمت العملية وكيفاش يعني استدعاكم رئيس الجمهورية باش تكونوا تقدموا رؤية وتصور لهذا الدسور لكن اتفقتوا منذ يومين أنت والأستاذ صدق بالعيد أنكم مش تخرجوا للعلن وأن الأستاذ صدق بالعيد يقول هي مهمة حقه ريدا بها بطل فيها الرسالة اللي جايت في جريد الصباح اليوم واللي يقول المشروع اللي تم نشره في الرأد الرسمي نسخة خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي سلمتها اللجنة الاستشارية لرئيس الجمهورية وعليه وبصفة الرئيس المنصق للهيئة الاستشارية وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته وصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسئولية إذا الشعب التونسي صحب القرار الأخير في هذا المجال إن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيدة الرئيس للاستفتاء الوطني شوف موافق بالطبع خطر اللي عشناه الزوز من صعوبات وبداية صعوبات مريم مع المرسوم عدد 30 اللي عمل الهيئة الوطنية الاستشارية هذية طوى معناها تعمل تقريبا في 19 ماي وما تكونت الهيئة هذية ما تكونت بالفعل خطر الأمر متاع اللي اصدر في التسمية متاع الأعضاء متاحها خاصة بالنسبة للجنة الاقتصاد واللجنة القانونية كان في آخر ماي دونك العمل المتاحها مطلوب منها في ثلاثة أسابية باش تعمل نص دستور دونك لقينا صعوبات الآن المرسوم هذيك عملنا لقينا فيه العديد من الصعوبات اللي حاولنا موقفناش حاولنا باش نتجاوزوهم وموش هكك وعملنا نص واشقلنا للنص احنا شقلنا للرئيس قلنا له بالله انشروا علاش تو شفتوا النص كيف خرج النص اللي قدمتو انتو معا قلنا له انشروا علاش انشروا الحاشتين بعد الفاصل نرجو لهم الحاشتين هذول اشتركوا في القناة مع ذايفيل أستاذ أمين محفوظو كنا نقوله قبل الفاصل أنكم طلبتوا من رئيس الجمهورية نص نشر نص اللي تقدمتو به حاشتين لزوز أسباب شنو ما الأسباب هذي أولا يلزم ما احناش نسرقوا واحنا معناها يلزم شعب التونسي يكون على الطلاع بالمخرجات اللجنة هذي معناها هذا أمر طبيعي جدا واثنين إذا كان رئيس الجمهورية معناها بشي عدل وبشي راجع وهذا من حقه كل واحد عم مسؤوليته معناها اللجنة عندها مسؤوليتها والرئيس عنده مسؤوليته احنا منحبوش نصادروا سلطة القرار خاطر سلطة القرار عنده سيد رئيس الجمهورية لكن هذا ما يمنعش كيف تبنيت ثيقة بيناتنا شوف الثيقة احنا راو تجم تقول موالبارح سبونا وقعدوا على نيتكم وسذجوا بيكم وعليكم وإلى غير ذلك أنا جو بريفير نكون ساذج وجو بريفير نكون على نيتي لأنه شعاري في الحياة إنما الحيلته في ترك الحيال نقعد على نيتي خير نحبك كيف رغم اللي انتي كنت تعرف أستاذة من محفوظ أنه رئيس الجمهورية يعني الشخصية محافظة عنده علاقة بالدين يعني عنده تصوره للمشوق كنتوا تعرفوه هذا نعرفوه كنتوا تنتظروا يعني تغيير رئيس الجمهورية لكن صار حديث بيناتنا وصار نقاش بيناتنا وتم الاتفاق على المبادئ هذه خاصة ترجمتها في الفصل 22 من الأمر 117 لذلك يجبنا نكون وحتى النص هذية يجب أن يكون متطابق مع الفصل 22 117 لذلك نرى النص المقترح غير متطابق مع الفصل 22 اللي جاء في الأمر 117 2020 سبتمبر 2021 نرجع له على مستوى المظامي لذلك نحب كل واحد يتحمل مسؤوليته مريم معناها على الأقل نراه به سيد رئيس الجمهورية يعمل في السياسة أحنا صحيح بكلنا نعمل في السياسة بما في ذلك الأساد الجمعيين راونا قتلك المرافتة الزملاء اللي عملوا في العريضة قالوا راو لا يمكن الزج بالجامعة التونسية في السياسة أو قدون غدوة بشي عملوا معناها تقييم للمشروع السياسة اللي هي سياسة معناها من ندخلوش في السياغة أما ندخلو في التقييم فهمت كيف يش اللي هي في وقت الحملة و للأسف شفنا معي الأساد الجميعين اللي وصلتوا يعني هم يتكلمون أنت لا أنا ما جاوبش أنا والله أنا عمري ما أسأت الاعتبار ولا التقدير لزميل تعتبر اللي عمرك ما أسأت لهم عمري ما أسأت لهم عمري ما خرجت كلمة عيب ومنيش ما عنديش استعداد بش نخرج كلمة عيب بالعكس أنا إنسان مؤمن بالحقيقة بحرية التعبير كل واحد فينا يعبر بالشكل اللي راه مناسب قلت أنه رئيس الجمهورية عم في السياسة بالطبع لأنه هو رئيس دولة هو رئيس دولة هو الوظيفة الطبيعية متاع وهي هي السياسة لكن أنا في تقديري السياسة حتى كينو ختموها ما عندها ضوابطها مثلاً أنت تعرف الصدق بالعيد وأمين محفوظ يحبه كان بناء دولة ديمقراطية دولة معناها دولة قانون وخاصة شاركتهم في حكاية الفصل الأول هذية وفي خصوص المرجعية الدينية شاركتهم ووافقتهم أنا منيش باش نخرج العقدة الهوية من الشباك تعاود ترجعلي من البيب هذية معناها بالعكس احنا قلنا راهو كفاء تجارة بالهوية كفاء تجارة هذا الفصل الخامس اللي سرعلي اللي سرعلي لليوم طو نرجو طو نرجو طو نرجو المستوى المظامين هذي هذي النقطة الأولى النقطة الثانية النقطة الثانية احنا راهو دعاة نظام ديمقراطي محناش دعاة نظام تسلطي او طو باش نفاهمك كيفاش النص هذية باش يرجعنا للنظام التسلطي ما هوش نظام ديمقراطي دونك اذا كان الضمان العلوية للدستور كيف كيف الحقوق والحريات كيف كيف طو نرجعولهم بالأبواب طو نرجعولهم دونك شوف احنا سلطة المعنى تقول مش سلطة احنا هيئة استشارية لكن كيف تلقى في النص في التوت تلقى عندك تقريبا اذا كان نذكروا صديقنا زرقوني اللي يحب الأرقام يحب الأرقام توي وهم وحدهم أعملوا مقارنة علىش يزموا يخرج وخرج ويعطي الصحة السي صادق اللي خرج في الصباح دونك أعملوا مقارنة تلقاءوا التوت مثلا على مستوى التوت تقريبا واحد في المية الحريات وهذه حاجة باهية تقريبا تسعين في المية خذاء تسعين في المية على مستوى الكانتيتي معناها على مستوى الكامب أما ضرب الضربة الكبيرة هي على مستوى الضمانات معناها ضرب ثم الضمانات إذا ما تتوفر نحات خستنت أن نرجعوله على مستوى الأداب العامة هذه الكارثة الكبرى اللي تقضي على كل مية وحرية ونفس حر وكل شي نتونا نرجعوله ولكن على مستوى النظام السياسي تقريبا عشرين في المية عشرين ثلاثين في المية معناها سبعين في المية على مستوى الفلسفة وعلى مستوى الضرب تام للنظام الديمقراطي ضرب كلي للنظام الديمقراطي على مستوى المحكمة الدستورية على مستوى المحكمة الدستورية يعني نحن من الجموش طول النهار وسيد الرئيس يوجه أصابع الاتهام إلى القضاء ومن جهة أخرى احنا نعرفه كمختصين في القانون اللي القضاء التونسي قضاء بطبيعته محافظ ورافض رافض ان يكون في صف حماية الحقوق والحريات وفي صف ضمان علوية الدستور مش ينا نقوله راهو الاحكام الاحكام تقوله الاحكام اللي تصدر عليهم تقوله ما يستعرفوش بعلوية الدستور ما يستعرفوش بعلوية الدستور بالنسبة للقانون الجزائي ما دونك تكرمهم وتعطيهم المحكمة الدستورية بيرمتها وش كون بشي اخذها نرجعوه على مستوى من بعد والاثار متاح على مستوى الامن القانوني وإلى غير ذلك هذي خيارات اي خيارات لا على مستوى التنقيح الدستور مش معنا على مستوى تنقيح الدستور وهذي حاجة باية ممكن في النص هذي من الحاجة الباية هو تنقيح الدستور معناها على الأقل النص هذي نج منصلحوه مش كما النص 2014 اللي مستحيل للتصليح متاعه المراجعة على حسب الشروط الموجودة في 2014 مستحيلة بينما في المشروع بتاع 2022 نجمو نصلحو اما اما امريم بالله تو انت كي تبني بنية مش تقعد كل 4 سنين ولا كل 3 سنين تبني بنية ولا تحب تبني بنية اللي اللي تعمر واللي ولي يجي يشوفها ممكن يسكنوا لحفاد لحفاد احفادة كيسكنوا فيها يقولوا محلاها شوف كيف هذا المفروض معناه محنش كل مرة باش نعملوا بنية جديدة واكثر من ذلك اكثر من ذلك احنا كنعملوا القواعد الدستورية نعملوها باش نفكروا احنا نحكموا ونفكروا احنا خارج الحكم انا نخمم في 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 الرئيس قيس عيد وقت يبدأ خارج الحكم هو عيلته مثلا يلزم يفكر اللي بشي ايه كي يجيك هتلر يا سيدي تونسي ايه كي يجيك هتلر تونسي ما هو يبدع بالنس الكل بطريقة الحكم الموجودة اليوم في النص المقترح نص رئيس الجمهورية صحي ما فكرش ما فكرش وانه خارج الحكم كيفاش مش تكون الامور يزم نفكروا مش انا في الحكم يزم نفكر بالعكس بالعكس يزم نفكر وقت اللي انا خارج الحكم كيف ستكون الامور خاصة على مستوى الحقوق والحريات هذا غاب هذا غاب مع كل اسف اه دونك كانك تحب نرجعوا من بعد بتفاصيل نرجعوا طبعا لكل التفاصيل اذا الصدمة كانت كبيرة هل انطلقت الصدمة شنية الحاجة اللي تراوها انتم في المشروع اللي قدموا رئيسة للجمهورية اللي كانتها صدمة الكبرى هل هو الفصل الخامس هل هو هي الطوطأ هل كل ما قلتو هذي شوف نبدو بالله خلو نرجعوا لحاجة مهمة استاذ امين محفوظ لانه النص اللي جاي في جريدة الصباح يبدو انه منقوس من زوز الفصول الاخيرة ليه ما اطعنا بالاحكام الانتقالي اي 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 ندي النجم واختر باعتو كتحب نقولوها فما زوز فصول ناقسين فما يخص الاحكام الانتقالي حسب النسخة اللي عندي فما زوز فصول ناقسين واحد في وقع اقترحنا معناها اجراء انتخابات التشريعية في خمستاش اكتوبر عطينا قدمنا على خاطر موش سبعتاش ديسمبر لا موش سبعتاش ديسمبر احنا علاش اولا اولا باش نقربوا باش نقربوا انه معناه كيف الانتخابات تصير في الشر هذك معناها وعندك قانون مالية وعندك معناه ضغوطات اخرى دونك ونخرجوا ونقطع مع هالفترة هذية يجب نخرجوا منها محناش نقعدوا فيها الى الابد احنا دونك والوقت مناسب ليجراء الانتخابات وسبعتاش ديسمبر يزادك بخلاف اللي هو بعيد يجي مع الكأس العالم ونحبو ناس شارك احنا نحبو توانس راي بلادهم هذين حبوهم يشاركوا دونك لو كانز واقترحنا في افريل دوميل فانتروا اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لانو زادك كيف كيف دستور جديد مؤسسات جديدة بذرور يكون فاهم انتخابات رئاسية امر طبيعي مالا طو باش نستنى و باش نستنى و حتى الدوميل فانتكاتر معناها الرئيس الحالي باش ياخو خمسة سنين ومن بعد باش يترجح باش بالدستور يزيد باش ياخو خمسة سنين وبعد باش يزيد ياخو خمسة سنين اخرى معقول هذا خمسة سنين ما نزمناش دونك يلزم احكام انتقالية الفصل اللي منقص والثاني فيما يخص الاستفتاء والنشر هو نتائج الاستفتاء اي لا اكثر من الاستفتاء ثم زادة كيف كيف العدالة الانتقالية تارش معنا شنو صار هو العدالة الانتقالية مشكلة كبير لانك خليت الناس اولا اولا الشهداء ملخيت لها مش حل خليتهم وثم وقعت مرميد راه وياسر ناس تمرمدوا هاو في محكمة الكاف هاو في محكمة قفصة هاو في محكمة سوسة هاو في تمرمدوا مسيكنات معناها لانو المنظومة العدالة الانتقالية كانت كاريثية كانت كاريثية وفي عوض نعملوا صفحة ننتقلوا لصفحة معنا نقولوا احنا منقولوش وردية مع الاقل ننهي ننهي مع الحيف ومع الظلم ولكن اخذ ظلمنا الناس الكل مش كان ضحايا للشهداء لا حتى وزراء سابقين وحتى امنين سابقين الظلم ومسيكنات هاو طول النهار وما من محكمة محكمة ما فمش خلاء خلال امور على دونك ما نعرفوش نكمل ومنكملوش حتى كلمة العدالة الانتقالية الفصل 139 اللي هو قعد اثر جدل كبير وواسع اللي يقول ينص في دستور قيس سعيد يدخل الدستور حيزة التطبيق ابتداء من تاريخ الاعلان النهائي عن نتيجة الاستفتام من الهيئة العلية المستقلة الانتخابات وكأنه ضمنيا يعني بش ينجح لا هذي ما قلقنيش هذي ما انت سواء ما ما ميش غلطة علاش خاطر خاطر الدستور يحكي على روحه هو الدستور يحكي على روحه دونك مسألت الدخول حيزة النفاذ بالطبع أمر طبيعي وقت اللي نعم يربح أمر طبيعي أما وقت اللي يخسر ما ثميش الفصل هيك انتهى لا هذي اسمع عملنا منها طاولة وكريسي لكن من المفروض كان من المفروض يكون أكثر وذوحة لا هو هو ما يعطيكش فرضيات هو دستور هذيه دونك يش يقول لك وقت يش يدخل حيزة النفاذ يزم يقول لك وقت يش دكور ما يعطيكش الفرضية متع الله وين تلقاها هذيك تلقاها في المرسوم متع اللي نظم معناه اللي نقح القانون الانتخابي تلقى وتلقى كذلك في أمر الأمر متع الدعوة الناخبين لأنه إذا كان اللي ربحت انتهى الموضوع معناه معاش نحكي وعليه هذيه هذيه معناه زيد معناه صار فيه نقاش وواحد زيه ثمم أهم من هكذا ثمم أخطر من هكذا نمشيوا للمأهم والمأخطر وكما جاء في رسالة صدق بعيد اللي يكتبها يعني بموافقتك أستاذ أمين محفوظ شنو اللي أخطر وشنو اللي أهم شوف هل نرجع معاك بالترية هو الانتخابي كان شنو كان مطلوب منكم بالضبط اللي احنا نشوفنا اللقاءات وكل مرة تجتمعوا مع رئيس الجمهورية ثم جيت هذيه شنو طلب منكم الرئيس بضبط طلب منا باش نقدموا مشروع مقترح لمشروع دستور هو ممدلكم شو التصور لا لا بديتو يعني ما بديتو على ورقة بيضاء احنا موش ورقة بيضاء اما شنو واخذر اللي يقول لك كيفش المسار تم التعين تم بشكل متأخر داكور يزم نتفهم ولا حاجة وكأن الرئيس وكأن الرئيس ندم على اللجنة ندم على الفصل 22 خاطر كان مفروض يعطيها نفس الحظوظ متاع الاستشارة الاستشارة اللي ما عندش سنة قانوني التنسيون عطاها قديش عطاها دو مواء ادمي شهرين ونصف الاستشارة الالكترونية والي رجع على حتى في التوتة رجع على في التوتة فهمت واللجنة دايركي تقرأ التوتة تفهم لي ومحترز من اللجنة على خاطر كيف يقول لك هو وبعد النظر في نتائج الحوار الوطني حتى لا ينفرد احد بالرأي او تستبد اي جيب الاختيار وكأن احنا بش نستبدو اذا كان بش نقسو نظام ديمقراطي مستبدين ما يسالش اما قلمنا نستبدو ونقسو نظام ديمقراطي خير ما واحد برك ياخذ القرار وهزنا لنظام بريسك تسلطي يعني عاود يرجعنا ملول جديد دونك معناه مسألة اللجنة يظل الرئيس قيس سعيد مع احترامي ليلو تقديره ليلو اللي يعرفو ديما عندي تقدير ليه ما كانش ما كانش متحمس للجنة هذية وهيك علاش انا قلت النهار عشرين جوان طلب النسخة المقترح وممكن ياسر كان ينتظر وانا بش نقولولو سيد الرئيس نعتذر راهو ما نجمناش في الظرف هذية نعملو النسخة او المقترح وانتي بيدك هيدا صرحت بيه قبلو كنت ضغط الوقت وكنت عبرت حتى مع زميلك حمزة في الأحد الأحد الفارض عن القلق متاعي كريمو كلتا معناه القلق متاعي بديت نقلق عليش على خاطر ما قلت انتي ثم ثيقة هكا ولا كي تبدأ ثيقة بيني وبينك ترجع لي ولا ما ترجع ليش ترجع لي معنا حتى كان عندك نية لمراجعة وهذا حقك رو ما ندخلش فيه انا من قلنا الثيقة مش مش ترجع لي شنو اللي خليكم تواصلوا جس كبو شنو اللي خليكم تواصلوا لا احنا احنا ما كتعرف انا انا احنا بالنسبة لنا ضد اه المنظومة الدستورية اللي تبنت عليها في اه اربعتاش اه اللي في سبع عشرين جامبي الفين واربعتاش ضدها ودايور كان عندي تصريح تاريخي لتريز ديسمبر اه دو ميل اه تريز مع زميلك حمزة البلومي وقت اللي جبت لي المشروع بكل صراحة معناه بشتعرف اللي نعبره بكل حرية وما صار لي شيء وقت عبرت على رأيه في الوقت هذا كان وان شاء الله نواصلوا في نفس الاتجاه وعبرت على روحي قلت النص المقترح هذاء عالش كان انك خايف انه لا مش خايف مش خايف مش خايف اما لا 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 شوف كل واحد يتحمل مسؤوليته كل واحد تحمل مسؤوليته خاطر الضغط اللي وصل ما عندكش فكرة من جميع الجهات دون كان بالنسبة ليلي بالنسبة ليلي الحرية هي الاساس عبرت على رأيه بكل حرية وقلت روى مشروع الدستور هذي خطير وسوف يفرزوا ازمات يومية تكاد تكون يومية وهكا التصريح هذك كان رجعت له الناس الكل وديما يعودوه دونك نفس الشي انا بالنسبة ليلي نص هذاء كيمانا وصدق بالعيد ونص خطير معناها نص مأسش لنظام ديمقراطي تون رجعولو مأسش لنظام ديمقراطي تقول لي ثم شي حلولا قلت انت وكأن رئيس الجمهورية ندمة على اختياركم وعلى تنكيز هذه اللاجمة الاستشارية الانسان وقت يقيم ما يقيمش على النواع قيم على الممارسة داكار انا ديما كما قلت لك انما الحيلة توفي ترك الحيل انا راو ديما لو برنسيب ما اعتبرني ساذج اعتبرني مثالي انا البرنسيب انتي صادق معنا انتي متكذبش على عكس يسر ناس راو خطر بنسبة ناس البرنسيب انك انتي تكذب وبيك وعليك الى ان يأتي ما يخالف ذلك انا بالنسبة ليلي لا راو الثيقة هي الاساس دونك نعطي فيك الثيقة وقت اللي تبدأ نعطي فيك الثيقة دونك وتعبنا وضحينا وإلى غير ذلك نرجعوا للناس هذوما معنا ادنا حاجة نرجعوا خاطر اسمعني قل لك راو يعني المشهورة هيبة الدولة التونسية دولة التونسية رو عندها هيبة يا مريم دولة التونسية عندها هيبة واول من الناس تحرص على هيبة الدولة التونسية هما اللي عندهم سلط القرار وعلى رأسهم رئيس الدولة انا كنشوف الرايد الرسمي الجمهورية التونسية يخرج فيه نص اخطاء غير مقبولة على مستوى الشكل اخطاء في التعبير اخطاء الوغوية تكرار بعض الابواب تكرار بعض المظامين من كتب النص؟ من عرفش كتبه رئيس الجمهورية بمفرده؟ لا ادري لا ادري لا ادري احنا ماذا بنا رئيس الجمهورية الاقرب للظن؟ لا ادري ما نعرفش ان نحكي على هيبة الدولة التونسية ان نحكي على هيبة الرايد الرسمي الجمهورية التونسية وانتي كتحدث عن الاخطاء في الصيغة في بعض سؤالي كان حاسب تقديرك انتي شكو نكتب بالنص هذي اذا؟ ما نجيب يكون كان رئيس الدولة ما نجيب يكون كان رئيس الدولة حتى حد اخر دونك بالنسبة لنا ثم هيبة متاع الدولة خطر النص هذي كراه بشي ترجم الى الفرنسية الى الانجليزية الى الاسبانية ربما الى نس كل بشي ترجموا بالاخطاء متاعوا علما مريم انو الاخطاء اللى تسربت راه غير قابلة اذا كانت تحبوا المبدأ غير قابلة الاصلاح لانو ما تتصلح كان بتعديل الدستور اذا تمت الموافقة عليه اذا تم اذا نعم ربح الوفانسينك جوية راهوا بالاخطاء متاحة في التعبير وفي الرسم وفي الهمزة وفي اللى تحب انتي ما عندكش الحق تمسه لتاريخ 25 جوية لا يتمسش المشروع لانو نزل في جهة فما ثيقة مشروع مع الشعب لانو كنتي خرشت ناس في ناس رسمي في الرايد الرسمي لجمهورية التونسية وطلبت من الشعب بشي يصوت عليه كما هو بيرمته اذا بشي يصوت لك بلا انتهى الموضوع ولكن عندنا مشاكل اخرى واذا كانت صوت بنعم ما عندكش الحق تبدل فيه حتى كل ما بش يخرج بالاخطاء متاعوا بالمضامين متاعوا كما هو بالضبط كنت نفضل انا على الاقل يقع الرجوع الينا بش نعطي وراينا ليه فقط على مستوى الشكل وعلى مستوى السياغة بش نتفادية وخاطر هذا يمس من صمعة تونس يمس من صمعة الدولة ومن هيبة الدولة لذلك نسلح هذه الأخطاء تشوف اي سيدي انا وسي السادق يعني تقول ابسط الايمان انه كان اقبل صدور هذا المشروع في الرئيس الرسمي انه يرجع للأساسي سادق بلايك وهي نقطة قوة وهي نقطة قوة معناه هي بالعكس يقول هاو شنو اخذيت من ناسا متاعتم وهو وشبه حتى المظامين ما عجبتش حتى المظامين ما عجبتش ونحب نبدل شبه ندباع منا قبل تناقشنا شبه ميسالش حتى مشكل وانا قلت قدش مرره وثما نقاش وثما قبول الاختلاف الرأي وثما حبيته يتواصل جيسكو بو احنا مشينا معاك جيسكو بو وقتني مشينا معاك جيسكو بو معناها اقل حاجة نعملوها نرجعوا للناس هذوما ونحكيو معاهم على خاطر اكثر الناس اللي عارزوكم من محفوظ اكثر الناس اللي يعني نقدوكم اول كلمة جيت بعد صدور هذا الناس قل قلنا لكم ونبهناكم وحذرناكم انا نعود ونشارك باش نقول لك خاطر كما قلت لك انا بالنسبة ليلي تونس يزيهم الازمات عنات من الازمات الناس متاع 2014 هذوك استعوا على الدولة وووووو وأسوا الى نظام فوضوي فوضوي كنقلك فوضوي مهواش ممكن تتأسس به لنظام ديمقراطي بل بالعكس نرجعلك على مستوى الهوية مثلا مشكلة الهوية هذية والمرجعية الدينية راو ارجعوا انا نتون نتون انشر لكم على مستوى الفيسبوك مش نفاجئك مش نعطيكم المرجعية الدينية في 2014 والمرجعية الدينية في 2022 في الناس هذا كما هو. رأى الناس هذا في termos de quantité. أقل مرجعية الدينية من 2014. أقل بيسر. أقل بيسر. نحكي على رسمي version صيداق بلعيد خانسامي وهاك. لا احنا بعد. احنا في جو آخر. احنا في جو دولة القانون وفي جو نظام ديمقراطي. احنا رأى ما نميزوش بين التوانسة. انا وسي صادق نؤمنو بالأمة التونسية. تعلمش معناها؟ الأمة التونسية. لا 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 لا. احنا نؤمن بالأمة التونسية. شوف ثم زوز مفاهيم للأمة. ثم المفهوم للماني. الموضوعي. اللي يقوم لا. اللي يقوم على الاتحاد في الدين وفي اللغة وفي العرق وفي الجنس. اللي احنا نرفضوه. دك. وما نحبوهش. ونعتبروه خطير. واللي وصلنا للحرب العالمية الثانية. ويك عليش الحركات القومية والحركات هذية نعتبرها. أنا مش فهم كيفاش يصنفوهم أغوش. وقل يهوما أدرواتي. سي لكسترام دروات بالنسبة لي. سي لكسترام دروات. دكار. احنا نؤمنو بالأمة التونسية تبقى المعيار الذاتي. اللي اللي عملو خاصة المفهوم الفرنسي خاصة في الدرس الشهير متاع إرنست ريناو. اللي يقول يقوم على ماضي مشترك وإرادة لبناء مستقبل مشترك. دونك تبدأ مسلم تبدأ يهودي تبدأ مسيحي تبدأ معندك شديد. كلمة الأمة التونسية رايق قايمة ذات. ولكن هي كلمة أمة في حد ذاتها محل جدل. ما بين يعني حتى اللغة اللي معناتها للناس اللي تشتغل على اللغة. معناتها فهل هي ترجمة كيما قلت انتي لي معنى الأمة الألمانية ومعنى الأمة بالفرنسية الأمة الإسلامية يعني هي بيدها في حد ذاتها فيها الجدل الكبير وواسع. فما الدولة الأمة والأمة. لكن لو كان قلت الأمة التونسية كانت تكون ديما في نفس الاتجاه هذا بالمفهوم الذاتي لأنه روح عنا تاريخ سيد الرئيس رجع في التوطن حتى للتاريخ. إخي احنا أوج التاريخ متعنا مع شكون؟ مع شكون ترى؟ ترى ما معنا بال ومع قرتاج ومع إشعاء قرتاج وهذاك هو تاريخنا. هذاك التاريخ الحقيقي الأوج متاعه يعني لو كان إضافة كلمة التونسية للأمة لم ترحش مشكلة بالطبع كانت تقولي الأمة التونسية لم ترحش مشكلة لخاطر إحنا معناها في ماضينا عنا ماضي يعمل كيف؟ معناها خاصة في الأوج متاعنا وصلنا سيطرنا بريسك على العالم معناها بالعكس وأول دستور مش في فرنسا وأول دستور مش في أمريك وأول دستور مش في اليونان وفي بليتوف في أسبانيا ولا في الدنمارك ولا أول دستور في قرتاج معناها قرتاج كانت كانت معناها راهي مهد الحذارة وقرتاج كانت مات لهذه الخيارات المؤسساتية والدستورية فيها وعليها تقولي أما فيك الوقت هذك كنا سباقين دونك الأوج متاع إشعار متاعنا وقتها وهيك عليش قرتاج اسم قرتاج شوف منتشر في قدرش من البلاد في العالم معناها راه الحب نرجع للتاريخ الماضينا هذا ماضينا وجاءوا البيزنطيين وجاءوا العرب وجاءوا الاسبان وجاءوا الفرنسيس وجاءوا الاتراك أحنا خليت في نهاية الأمر ونتكلموا اللغات الكل أنت شوف التونسي أنت تقول التونسي كتحكي معها باللغة العربية باللغة العربية معناها القحة نقوله أحنا يفهمك ما يفهمك كتحكي معها تونسي يفهمك خاطر في التونسي تلقى البربر وتلقى الفرنسوية وتلقى العربية وتلقى حاجات هذا كهو التونسي معناها الأمة التونسية أنا أؤمن بالأمة التونسية وبالنسبة للي إذا باش ندافع إذا كان باش يجيش دستور دستور للأمة التونسية في الاتجاه هذا على مستوى نرجع لهوية بالله والمشكلة هذة والتي تتحمد طوط ثم القليل وهذا يروا بين قوسين بين قوسين حركة الشعب والتيار القومي معنا عبروا على الغضب بمتاحهم في تغيير الفصل الأول هذة وعدم وجود الأمة العربية والإسلامية من الفصل الأول للفصل الأخيرة كم شفتوا في النص اللي تنشر وقالوا وإحنا بشمشيوا الرئيس الجمهورية وحدنا تونت دونك والتضح يعني ربما جاء هذة التضح عندهم الحق طلعوا هما قوي ربما بضغط بالطبع بالطبع عبروا وأنهم لا ويجب يكون موجود في الفصول وتوكيفاش وتونا احنا لقام على رئيس الجمهورية وفي الأخر طلعوا هما كلمة صحيح واحنا طلعنا معناها نعموا كما يقولوا معنا خرجنا نعموا معناها فهمت كيفاش دونك سي بالنسبة ليلي توانسة يزموا يفهموا ولكن مش فيه رئيس الجمهورية لأنه هو بدو كان يؤمن بيسي نارا وما حطوش الفصل الخامس نשוב أنا باش نرجع لك على مستوى هواح المشكل المرجعية الدينية هذي كم قطل لك طوي نخرج ف الهباطها في فيسبوك المرجعية الدينية كما وردت في الدستور ألفين وربعتاش الحالي والمرجعية الدينية كما وردت النص اللي خرج في الرايد الرسمي توتشوفوا الديني خرجت في أقل بيسر من المرجعي الدينية اللي حتر جماعة الذهم اللي دافعوا على لليوم لليوم يدافعوا وتو تشوفوا وتو كذا شوف وقت اللي تقول لي الإسلام ودينه ها ولا تقول لي مقاس الإسلام أنا بالنسبة لي لي الزوز مخطرين علاش لأنه عندها أثار قانونية ومش كاك أثار قانونية لأنه صدرة أحكام صدرة أحكام اللي استنتي عليها القضاء التونسي سواء كان باش نحطوا ناس في الحبس على أساس دينه الإسلام ولا توبشي ولي على أساس مقاسد الإسلام على أساس الأداب العامة لا توبشي ولي على أداب العامة دونك أنا بالنسبة لي لي كي باش نمشي لدولة القانون ولا باش نمشي الدولة الديمقراطية الدولة الديمقراطية راي قايم على الحريات راي قايم على المساوات راي مهواش ممكن نصه في دستور التونس أنه رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الدين وهو الإسلام لأنك وقتها بالنسبة لي لك عمل تمييز رايك عمل تمييز بين التوانسة ما هو مشكلك؟ أنت وقت اللي تفتح وما تعملش تمييز لأنه رأي الديمقراطية تقوم على المساواة علش نعملوا في التمييز هدايا؟ ما يمكنش التمييز لا في الحقوق السياسية لا في الحقوق المدنية لا على أساس ديني ولا على أساس الجنس ولا على أساس اللغة يا والدي خليوا البلاد هذي منفتحة يا والدي خليوا البلاد هذي تكون فرصة لخلق الثروة وراه خلق الثروة اللي يخلق الثروة والي يخدم الناس ليهمني فيه لا يهودي لا مسيحي لا مسلم لا غيره لا غيره احنا الناس تحرق يا مريم حتى الإسلاميين الإسلام السياسي بالله وقت حرق وين مش عاش؟ عاش في السعودية؟ عاش في قطر؟ عاش في باكستان؟ تي ما مشى لوندرا؟ تي ما مشى البريز؟ علاش؟ على خاطر ذيك دول بتاع قانون ما ميزتش وين بناو المساجد متاحهم؟ وين بناو؟ تتلقاها في لوندرا وتتلقاها في فراسا وتتلقاها في بلجيكا وفي أمريكا يخي تبنيوا المساجد هذيك بالدبابة؟ رأي بالعكس رك قدمت تضمن الحقوق والحريات قدمت خمم حتى في روحه كنتي نهار اخر كي تبدأ خارج الحكم إذن بالنسبة لكم هذا الفصل الخامس اللي يجي يعني نوعا ما بضغط من أحزاب أو وهو مشى فيه هو تصور رئيسة الجمهورية هو هذي مدخل لتمييز يعني بين التونسيين مهما يعني بين الناس ما بين الدين مخرجناش مخرجناش من المأزق مخرجناش بالعكس مخرجناش خلينا ثم خلينا ثم معناه بش نعملوا هذا الكل بش نقعدوا في نفس البلاسة نحن بش نعملوا جديد وده يرشوفوا المشروع متاعنا راه مشروعنا يؤسس لنظام ديمقراطي الفصل العاشر فصل عاشرة من دستور صدق بالعيد وامين محفوظ يقول تونس جمهورية ديمقراطية اجتماعية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وحماية الحقوق والحريات والتضامن وعلى علوية الدستور ولا يجوز تعديل هذا الفصل همين محفوظ هذا فصلك شوف هذا الفصل وقت ليلة طبال سألتني سؤال هذا ما حبيت شو نقوله علش حبيت نحميه سألتك ان هو الفصل اللي انت اقرب لك حبيت نحميه الفصل هذاك ما حبيت شو نقول عليه حبيت شو نقول عليه بورتان طوانا مش مش نقول لك شو الفصول اللي خدمناها وعمل جماعي مبعاظنا اما الفصل هذاك وقت اللي اقترحته على الاستاذ الصادق بالعيد وعلى تعدى كي زيد فوق الماء علش خطر هذا الكل هو المشترك متاعنا دونك كيفاش فصل كما هيك يتنحى وكان ممكن الدستور رأى والكل يتبنى عليه هذا الفصل عشرة وهو الاساس هو البنية الصحيح متاع البنية كاملة البنية كاملة الاساس متاحه هو الفصل عشرة لانه بالفصل عشرة معات حتى حدي تظلم بالفصل عشرة معاش تعاسف بالفصل عشرة يقع تطهير القوانين السالبة الحرية بالفصل عشرة معناها تونس خذت ثنيتها خذت طريقها انتهاء رأوا احنا رأوا الناس يحزدونا وما تقوليش بالله لدول شقيقة لدول صديقة رأوا ثم ياسر ناس ميحبوش تونس تولي دولة ديمقراطية من بره كما من داخل ميحبوش ميحبوش دونك الفصل عشرة نجي منقول هو قارب النجاة فصل عشرة وما حبيش نحكي عليه حماية له ولكنه طار طار بالرغم من ذلك طار وما واش موجود وانا نقعد باهت عليش فصل عشرة هذك ما واش موجود وقت اللي هذايا في نهاية الامر بما في ذلك الرئيس قيس صعيد وقت اللي يبدأ خارج الحكم وجميع الناس الكل بش يستفيدوا منه نس كل بش يستفيدوا منه حتى تعصف انتهى شنو اللي حسب رأيك يعني لأنك جلست اكثر من مرة ومرات عديدة مع رئيس قيس صعيد شنو اللي خلى رئيس قيس صعيد يتخلى على هذا الفصل ما نعرفش هذي ماذا بينا هو يفسرنا ماذا بينا هو يفسرنا حب اليوم تتمنى أنه رئيس مش تتمنى تطلب من رئيس الجمهورية أن يخرج ويفسر تمشي متاعه خياراته في هذا الدستور شوف شوف أنا بالنسبة ليلي الخيارات هذي حاب نركز عليها خاصة بايس يدياني بشيول الطاوطة خلينا من اللي هي اللي هي تو احنا متفهمين شوف الطاوطة الفصل الخامس نحن الدستورية مجال السلجيهات والأقاليم تعويض السلطة بالوظيفة سيدة الشعب على ثرويته طبيعي ذي نقاط تو مثلا من الحاجات اللي تفهمنا فيها احنا والرئيس قيس صعيد أنه الدستور يكون مقتضب وخاصة التاوطة متفهمين وقلنا راه ونعيب على توطيئة 2014 أنها مطولة وفيها الظرفرة وفيها تكرار داكور دونك هيك عليش احنا كي اقترحنا التاوطة هذيك اقترحناها تستجيب للاتفاق هذي لكن كيف قرينا دابور التاوطة هذيه أطول بيسر من من توطيئة 2014 وفيها كيما قطلك يسر حاجات اللي ما عنداش مضمون دستوري وثم قراءة شخصية للتاريخ ذاتية للتاريخ طوي الرئيس يقول حتى لا ينفرد أحد بالرأي أو تستبدأ يجيها بالاختيار هاو تم الاستبداد بالاختيار هك انتي قريت تاريخ كما حبيت انتي كحطيتو كما حبيت انتي صحيح انتي باش تحمل مسؤولية مسؤولية سياسية هذا خيارك لانك انتي صاحب القرار اما كل واحد ياخذ اما انتي كيف تجي مثلا حتى في التاوطة بالله سمحني بالله سمحني تجي في التاوطة وش تقول تقول اننا نؤسس الى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون سيأمن بها دولة القانون انتهى دونك احنا بش نمشي لدولة القانون تون نرجع لها دولة القانون رأي فيها بل على مجتمع القانون حتى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا امينا عن ارادة الشعب فيستبطنها ويحرص بنفسي على انفاذها ويتصدقها لكن مش هذي اللي اكثر منك اننا ونحن نقرر هذا الدستور الجديد مؤمنون بان الديمقراطية الحقية لن تنجح الا اذا كانت الديمقراطية السياسية مشفوعة بديمقراطية اقتصادية واجتماعية وذلك بتمكين المواطن من حقه في الاختيار الحر ومن مساءلة من اختاره عايس يديا معناه انا حر في الاختيار وعندي الحق نسأل من اختاره هل رئيس الدولة مسؤول لا مع كل اسف معناها رجعنا النظام بن علي اللي هو عدم مسؤولية الاطروحة متاعي بكلها على عدم مسؤولية الرئيس بن علي وجيتوا في الكونكليزيون قطلوا رد بالك راك كيف تمشي لعدم المسؤولية من نجمي كلمك حد ومن نجمي حاسبك حد راولي كونستركشون معناه الخيار القانوني اللي عمشيت فيه رد بالك راوي جي حد دي نحية وجاء لو كاتر جنوية دوميل انز عصف بالدستور يعني برمته دونك انتي وقت اللي في الطاوطة تحط اللي راوي يلزمنا نحاسبه كل ما نختاره دكر جي رئيس الدولة تعطيه مثل هيك الصلاحيات بلا ضمانات يعني في الوضع العادي حتى حد من جمي حاسبه حتى واحد وتزيد فمش حتى امكاني للرقبة على رئيس الجمهورية جميع جميع مش موجودة بالكل احنا حتينا احنا عطينا صلاحيات احنا شوف الفرشة متاعنا شا عملنا قلنا ثم فوضى في دوميل كاترز من ناتجة عن هالقسمة الغير واضحة ما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة دونك حبينا نعطيه كويرانس اعطيناه للرئيس الدولة هي الصلاحيات هذي ولكن يزمك تكون مسؤول خيك تخرق الدستور تعمل كما تحبه سيدو الاربيترير سا يزمش كوني حاسبك ياسي قيس سعيد ما نفكروش فيك انتي نفكرو في هتلر تونسي انتي مشيت كملت المنظام بتاعك وبش تمشي على روحك دونك بش يجي غيرك كيف سوف يتعامل مع هذا الناس سوف يستبد بالمال وبالبشر وبكل شين ما يوقفوا حد حتى واحد ما يوقفوا دونك هم يقولوا نظام رئيسي ما هوش نظام رئيسي لانه في النظام الرئيسي هو بالعكس نظام التوازن بين الصلاحة يا مارين في النظام الرئيسي ما عندكش الحق تحل البرلمان احنا يحل البرلمان وفي النظام الرئيسي يجوز عزل رئيس الدولة اذا ارتكب جراء بينما هنا حتى حد ما يمسوا ليه فقط في الظرف العادي والاختر من ذلك في الظرف الاستثنائي يعني احنا تو في الظرف الاستثنائي اللي هو ما يعاد الفصل الثمانين حطينا رقابة بش ما يستبدش رئيس الدولة ما نحكيش على الرئيس قيس سعيد نحكيه على رئيس واحد اخر بش يستعمل فصل هذا متاع الوضع الاستثنائي حتى حد من الجم يراقبه بما في ذلك المحكمة الدستورية يعمل اللي يحب وقت اللي هو في فرنسا مثلا وفي دول اخرى في الوضع الاستثنائي يلزم ممثلي الشعب يراقبوه كي تعمل اللي يتحب دونك النص هذا مش يخليه ما نحكيش على الرئيس قيس سعيد يعني نحكي دي مع المؤسسات هنا الرئيس المرتقب ولا اللي يجينا كما تعرف انتي وهذا ممكن يبدع بالعباد ويبدع بالمال ويعمل اللي يحب وكانت تقول هنا للرئيس قيس سعيد عملت دستور او مشروع دستور على مقاسك ولم تفكر في الرجال القادم ويمكن حتى مش على مقاسه معنتها في تصوره لإدارة البلاد هني قلت لك الديمقراطية انتي ما قلت نظام ديمقراطية حقيقية في الواحدك ولا في الفصل العاشرة ما قلت لما قاله رئيس ما كنت شوفي للتوطأ متاعك يعني فيما تنيقض ما بين التوطأ والفصول بانسور 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 لا فقط خرقنا الفصل 22 بتاع الامر مية وسبعة عاشرة وزيت حتى التوطأ محترمنيش لأنه في معناها يقول لك في التوطأ ما اشكون قينا وكأنه بالنسبة للرئيس الدولة المسؤول هو النايب فقط نجموا نسحبوا منه الوكالة وهذا يبش يدخلنا في فوضى مسألة سحب الوكالة اللي احنا ما حطينا هاش اللي احنا ما حطينا هاش تو نرجو على مستوى السلطة الشريعية كانت حب من بعض طبع 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 اما خلنقعدوا في الحاجة المخترى في النص هذا هو رئيس الدولة الحاجة المخترى يعمل اللي يحب يعني حتى لا رقيب لا منجمي حاسبه حد ما يتحملش المسؤولية لا في الوضع العادي ولا في الوضع الاستثنائي وهذا احنا ما حطيناش ومنجموش نقبلوه واي واحد عنده نفس ديمقراطي واللي يعرفونا ويعرفو كتاباتنا ويعرفو مواقفنا ما نجموش نزكيو ولا نوافقو على مثل هذا الخيار فهمت كيفاش حاجة اخر باش تعرف انتي كتمس النص وما نرجعوش للناس اللي كتبوه نجم تفلت عليك بعض الحاجات عليش خاطق انتي مكش كتب النص انتي نقحت تو انتي ماك عملت ال تو احنا ما حبيناش نحكيه على سلطة ولا وظيفة ولا مكش سكتنا بل بالعكس جينا في الطوطأ يظهر اللي حكينا على مبدأ تفريق السلات قلناه باش نكونوا مبدأ تفريق السلات يا سيدي مكرا ديتم وظائف انتي ولا مكرا ديتم وظائف قلت ولي انا بالنسبة ليلي سينفو ديبا تخنى في وظيفة في سلطة في منع شنوه يقول دي هاو قلنا مثلا قلت المرة اللي فات مع زميلك حمزة باللومي هاو القضاء سلطة وما كانش في مستوى السلطة مايش حكاية النصوص مايش حكاية افكار نقاشتو فاير ع رئيس الجمهورية لسلطة ايه ايه هاي هاي مايش نفلسفتو حنكمللك مريم نصيريش النقطة هذي مهمة اللي خاطر صار عليها جدل كبير بين الوظيفة والسلطة اللي انتي قلت هذيه سيتان ديباس زيد لكن لماذا انطلق النقاش هذا؟ لماذا؟ هي الفكرة رئيس الجمهورية نبيلة ما هي الفكرة بتاعه؟ نحن جايين باش نختم الشعب التونسي على خطر بالحق اللي يمشي في بالو سلطة يولي سيد الاربيترين وأنا قلتها أنا قلتها راو بالحق لأنه أنا قاضي نعمل نحب أنا في السلطة الشريعية نعمل نحب أنا في السلطة التنفيذية نعمل نحب وكأنه عامل مزية على الشعب لا انت جاي باش تخدم الشعب الفكرة في حد ذاتها نبيلة لك بستعمل المصطلح هذي تفهم النوع من التنسيب ويمكن الجدل ما بين الكلمات بالفرنسية ويمكن مشكل كبير في الترجمة بووار أوتوريتي نونك هو امشي في اختيار كلمة وظيفة شوف محناش اليوم كما قلت ننفا با انفنتي لارو داكور احنا محناش زايدين على الناس الكل ولا غيانفنتي ميم ولا كيف كيف دونك بايا سيدة ما كبشيت في الوظيفة حتيت احنا مكتبناش وظيفة احنا لقلنا الوظيفة للسلطة شكولتو انتو احنا عطينا تسمية طول مجلس النواب دايور مكلم نسميناش مجلس النواب الشعب مجلس النواب زايد الوشن قلو فيها الشعب هذي دابور مو كلفة على مستوى السياغة باش تكتب مجلس نواب الشعب ثلاثة باش تقولها قلنا مجلس النواب بكوتو سيمبلوما سي نوتر داكور با خيش كون مجلس نواب شكون هذي في خياراتكم يعني محطيناش لا وظيفة للسلطة اما حكينا على مبدأ تفريق السلطة في التوتا وحكينا كيف نحكيه وهذه هي اللي ينساوها تو حطوا الوظيفة الوظيفة وزيد بخلافة والباب الرابع يتكرر مرتين وكذا كذا اللي هو يظري الفصل 139 نحكي على المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية اللي هي في البيب اللي مخصلها بيب كامل هذا الدستور المحكمة الدستور الفصل 129 شي يقول ينسوا قرار المحكمة على لأن الحكاية موضوع التعامة دستورية أو غير دستورية ويكونوا قرارها معللا وملزما لجميع السلطات هاك اللي هنا قلت سلطة عليش خاطر مكش انتي محر النص كينجيت محر ترجع المحر للنص راوي يقول لك رد بالك برسك ليان بروبلم دو كويرانس مكش انتي المفكر متع النص هذاك ثم ناس فكرت فيه وكي فكرت فيه ثم ثم تجينس ثم تجينس تعرف كي ممتع بش تعمل تصويرها ولا بش تعمل امبلون ولا تمسح ويجا مكش انتي صاحب النص ممكن تبلبسها تتمس ما تفيقش ثم حاجة اخرى مخبية ما تفيقش بيها بينما كي ترجع لصاحب النص وتحكي معاه وربما تحب تبدل المضمون هي فيقك قل لك رد بالك راوي اسمع رد بالك انا بش تعمل كذارة وكذارة وبرش نمشي كذارة لانه من قواعد ذهبية للصياغة هو التجانس انش قل قلت فيه دستور 2014 ما عندوش روح فيه تناقض فيه مرجعية دينية مخترعة مش اللي احنا ضد الاسلام رد بالك راوي سوقونا قاعدين يسوقونا اللي احنا بالعكس احنا الاسلامي الحنيف تولدنا فيه وتربينا عليه وما اخذينا ديما قراءتنا قراءة منفتحة وقراءة فيها تربية وفيها اخلاق وفيها خريق لكن احنا الناس نؤمن بالتنوع نؤمن بالتعادل والراو نقطة ضعف البلاد هذية انها في الاقصاء وهذا موروظ ثقافي جانا معنا سخرين جانا معنا سخرين اللي هو ديما نحاكموا بعضنا وهذه الاحكام المسبقة على اساس ديني ولا على اساس ولا عاد الاساس الجيهوي انتي مش جيهة الفلانية على اساس عرقي على اساس هذا الكل موروث كاري فيه حبينا النص الدستوري يلعب دور في تغيير هذه العقلية وهيك علش النص ما نقول لكش نص ممتاز متاعنا حنا حبينا يهبط علش مريم حتى الزملاء اللي قاطعوا مباشرة بدأوا يعلقوا لذلك انخرتوا وتعوا بش يعملوا ندوه يعطيهم الصحة برك الله فيهم الناس الكل ثم الفيسبوك يعطي الصحة ولا يصلح اللي صلح في الأغلاط اللغوية والي صلح في الكذا يعطي الصحة ميسي بيانسي اكسراوردينير توساس وموفمون اللي حتى بقاطعوك حتى اللي قاطعوك هاك يا سيدي جبتهم هاكو جبتهم سيدي فينا المو ما عادش لا يمكن الزج بناه للسياسة لا يا سيدي انت في قلب السياسة في المرحلة التاريخية هذية انت في قلب السياسة وهذي ربما من بعد نرجعوا كانت حب في الأخر طبعا لأنه نحب نتدخل اليوم باش نخرجوا من هالمأزق هذية وهذية ممكن في تقديري ممكن بعد الأخبار نرجع اذا للنقاط اللي انت تراهم خطيرة كما انت كما الاستاذ سيدا قبل عيد ويقول الاستاذ امين محفوظ فما امكاني للخروج من المأزق كيف بعد الأخبار